أعلنت قوات خفر السواحل الحكومية في محافظة أرخبيل سقطرة المسؤولة عن حماية الميناء انسحابها من مواقعها بعد تدخل قوات الواجب السعودي وإجبارها على تسليم الميناء لمليشيات الانتقالية المدعوم إماراتيا قوات الواجب السعودي أشارت في وقت سابق بعد سقوط المحافظة بيد مليشيات الانتقالي أن المطار والميناء منافذ سيادية إلا أن أحداث سقطرة كشفت عن رغبة السعودية في تطبيع الأوضاع هناك لصالح الانتقالي لم يكن أمام قوات خفر السواحل من خيار غير الانسحاب من الميناء كما ورد في بيانها الذي أكد تسليم الميناء إلى قوات الواجب السعودي محملة إياها مسؤولية ما يحدث من خروقات غير قانونية من قبل المليشيات الانقلابية هذه هي سقطرة عظيمة دائما سقطرة عظيمة دائما سقطرة بالروح والدم نفديك يا يمن الإمارات عجزت منذ 2018 من السيطرة على أرخبيل السقطرة فمكنت لها حليفتها السعودية كل الوسائل وضلعت معها بالتأمر على تجريف مؤسسات الدولة لصالح المليشيات الانقلابية سقطت سقطرة إذن هي الأخرى كما سقطت عدن فيما يجري التحضير لإسقاط المهرة وحضر موت فما موقف الحكومة اليمنية من انسحاب قوات خفر السواحل الحكومية من ميناء أرخبيل السقطرة وتسليمه لمليشيات الانتقالي من قبل قوات الواجب السعودي وما موقف الرئاسة اليمنية من تجاوزات الانتقالي واستمراره في تجريف مؤسسات الدولة بطواطئ سعودي ودعم إماراتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة